هنروح لسيدات كرة اليد في نادي الأهلي وبدأنا الموسم لسبوع اللي فات تلقينا خسارة مفاجأة في البداية أو مباراة الافتتاحية مع اسموحة فرق أهدافين بالرغم من أننا كنا فيزين 14-11 في شهد الأول ولكن انتهت المباراة فرق أهدافين لسموحة حصل دروب بالشهد الثاني أيوة حصل دروب كابتن محمد عادل زولة المدير الفني الجديد للفريق بيدرس كل حاجة وكل الجوانب السلبية والإيجابية عشان يتلفاها في المباراة القادمة مباراة القمة الأهل والزمالك على صالة الأمير عبدالله الفصل في ثاني مباراة دور السوبر هتكون يوم إن شاء الله السبت الساعة السادسة وده ثاني مباراة الفريق كل التوفيق طبعا زي ما قلت لحضراتكم الفرقة فيها تجديد فيها لعبات جدد فيها طبعا محترفة تونسية جديدة إذن الفريق فيه بعض الأمور الجديدة محتاجة وقت محتاجة وقت طبعا خسارة سموحة يعني دي صور يعني من المباراة سموحة اللي كانت فيه صالة سموحة بسكندرية أكيد فيه يعني بعض الأمور اللي حصلت في ثاني بتتدرس ولكن فرقتنا جيدة فرقتنا تستطيع أو يعني أنها تنافس على دور السوبر ودور الدور العادي ودور السوبر والكأس وابطولة القاهرة نتمنى إن شاء الله التوفيق المباراة إذن هتكون يوم السبت في صالة الأمير عبدالله الفصل الساعة ستة خلينا أقول لحضراتكم أننا عندنا ثلاث مباريات الأسبوع القادم في كرة اليد واحدة سيدات واثنين رجال منهم مباراةين قمة رجال وسيدات الأسبوع القادم سبت حد اثنين إذن إحنا جايين على موسم مباراة القمة الأسبوع جاي ويبدو أن الموسم هيبتدي ساخن هذه المرة مع كرة اليد سواء رجال وسيدات خليني بس قبل مروح الأخير الخبر اللي بعد كده خلينا أقول لحضراتكم أن دور السيدات عبارة عن تسعتاشر فرقا ده الدور الأول هيلعبوا مش رايح جايه لعبوا من دور واحد يعني الأهل مثلا اللعب زمالك مباراة واحدة هيلعب الشمس مباراة واحدة من دور واحد 18 مباراة هيترتبوا 6 فرق نفس نظام السنة اللي فاتوا تبعا كده يلعبوا دوري السوبر كل التوفيق إن شاء الله المهم هو دوري السوبر زي ما حضراتكم عارفين هو ده اللي بيتسجل فيه السجلات هنروح لكرة السلة في النادي الأهل كرة السلة في النادي الأهل انتم عارفين حضراتكم قطاع الناشئين والناشئات النادي الأهل فضل وكانت اخذ العودة لمدير نشاط الرياضي النشيطة الكف الحقيقة اللي احنا بنحقي من هنا على مجهوده أنه يعني شاف رؤية أنه القطاع الناشئين في الكرة اليد وكرة السلة بحاجة إلى خبير أجنبي ده طبعا ليه عشان انت راجل بتصرف مصاليف كبيرة على قطاع الناشئين والناشئات فانت عايز تعد اللعبة بشكل جيد ويبقى فيه هارموني مع المدرسة اللي فوق بنتكلم نفس اللغة الفنية ما بين الناشئين والدرجة الأولى هنا قيادة أسبانية في السلة وهنا قيادة أسبانية في اليد قطاع الناشئين قيادة أسبانية وكادة أسبانية عشان يبقى ماشئين هارموني واحد لما يتم استدعاء لعب من تحت الفوق يكون بيتكلم نفس اللغة مش نفس اللغة يعني لا نفس اللغة الفنية ويكون يعني فاهم إيه اللي بيحصل ما يبقاش فيه يعني خلل مستر دانيال اللي بيتولى قيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي الحقيقة حط شوية أسس السنية خليني بس أقولها قبل ما نروح للخبر حط بعض الأسس أولا هو يعني آثر أن الأعداد ما تبقاش كبير الفرقة لما يعني مش عايز الفرقة تبقى عشرين لعيب وخمسة عشر لعيب لأن اللي بيلعب في السلة في القايمة اتناشر لعب هو آثر أن الفرقة تبقى خمستاشر وستاشر لعب وهم أفضل مجموعة تبقى موجودة لها هو عايز يالي العدد بس يعلي الجودة دي فكره وده فكره هو الراجل هذا الفكر في أسبانيا هناك في أسبانيا الفرقة ماكسما بيكون خمستاشر لعب ليه هو عايز كده هو عايز تركيز مع اللعبين تركيز مع العدد وعمله في بعض الأعمار ألف وبيه وفي بعض الأعمار عملوا ألف بس يعني في 16 سنة فيه ألف وبيه 13 سنة اللي معنا فيه ألف وبيه 14 سنة فيه ألف وبيه عشرين ما فيش ألف وبيه هي ألف بس 18 ألف بس الحقيقة بحالة نحظ أن ده أنا بحضر كثير من تمرينات الناشئين هنروح للقايم